وفي سياق نمتصل عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع ممثل الغرف التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وذلك بحضور عدد من الوزراء وخلال الاجتماع شدد مدبولي على أن هذا التوقيت المهم يفرد التعاون التام بالمستوى الذي تحقق خلاله أزمة جائحة كورونا لتخفيف حدة هذه الأزمة الراهنة على المواطن المصري مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص والغرف التجارية بهدف توفير مختلف السلع للمواطنين وأشار وزير التموين علي المصلحي إلى أن هناك تعاونا تاما مع اتحاد الغرف التجارية وتحديدا غرف الصناعات الغذائية حيث يتم تنصيق حاليا بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلتين خلال الشهر رمضان إلى جانب تكثيف التنصيق حاليا مع المحافظين بحيث يتم تبييز الشوادر الخاصة بالسلع المختلفة وسيتم عرضها خلال أيام وأكدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع أنه سيتم استقبال بيان مفصل من الغرف التجارية بصورة يومية على غرار ما حدث خلال أزمة كورونا يرصد موقف توفير السلع الغذائية في الأسواق وكذا الأسعار على النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب وشدد رئيس الوزراء على استمرار عمل لجنة الأزمات بمجلس الوزراء لمواجهة أي عوائق خلال هذه المرحلة والمتابعة الآنية للأسواق والتنسيق التام بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص بما يسهم في توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعا للأسعار في مختلف دول العالم ومعدلات تضخم عالية